موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي ها أنا أتواصل معكم ببرنامج يستفتونك أسأل الله تعالى أن يكون هذا البرنامج خالصا لوجه الكريم لا نبتغي فيه جاها ولا رياء ولا مباهات بين الأقران حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في هذه الساعات المباركة في هذه الدقائق المباركة في هذا اليوم المبارك نسأل الله تعالى أن يفرج ما أهمنا نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة إخواني وأخواتي حقيقة في هذه الجمعة أريد أن أتكلم عن موضوع يخص الكثير من الشباب والبنات وأخاطب العقول الصافية العقول الغير ملوثة حقيقة يعني سابقا كانت الهجمات وكانت المعارك في بدايتها بالسيوف والسلاح الأبيض ثم تطورت هذه الهجمات وتطورت هذه المعارك إلى الصواريخ وإلى الأعتداء والسلاح وإلى أسلح عابرة للقارات ولكن في زماننا اليوم وفي هذه السنوات حصرا أصبحت المعركة تختلف نعم أسميها المعركة هذه المعركة التي تلوث عقول الشباب وتلوث عقول البنات هذه المعركة اليوم بشكل آخر جاءت بشكل آخر وهي على طريقة الشبهات تلقى على عقول الشباب وتلقى على عقول البنات واليوم التواصل الاجتماعي هو الأدات الكبيرة على نشر ولنشر هذه الشبهات لعقول الشباب البنات اليوم نرى البنت قليل ما تخرج من البيت ونرى الشاب لا يختلط مع رفقاء السوء ولكنه تأتيه شبهات شبهات تخرب ديانته شبهات تخرب عقيدته شبهات تخرب عفتها البنت شبهات تدعوها تنزع الحجاب شبهات للشاب يعني تمس الذات الإلهية شبهات تمس النبي عليه الصلاة والسلام من أين جاءت هذه الشبهات؟ أخواني وأخواتي هذا السلاح الفتاك الذي يضرب الشباب والبنات والصغار والكبار فأنا دائما في هذا البرنامج أخاطب الآباء وأخاطب الأمهات فأقول المتابعة المتابعة للأبناء وللبنات في كل تحركاتهم في متابعاتهم في خروجهم خارج البيت مع من يمشون مع من يتواصلون ماذا يقرؤون؟ ماذا يتابعون؟ فاليوم مع الأسف يا أخواني وأخواتي أنتم تعلمون وأبناء هذا الواقع المحتوى الهابط دمرت الأسر المحتوى الهابط دمر الأفراد المحتوى الهابط كاد أن يخرج البنات والشباب من ثيابهم الحسنة ومن تربيتهم الحسنة حقيقة من ضمن هذه الشبهات التي تلقى على عاتق الشباب والبنات اليوم في أروقة التواصل الاجتماعي شبهات فقهية حقيقة يراد منها التلاعب بالعقول والتلاعب بالإسلام والتلاعب بالتدين على سبيل المثال يخرج بعض المحسوبين على الدين وبعض المحسوبين على الفضائيات بين قوسيا الدينية الإسلامية ويتكلمون وينسفون عذاب القبر مثلا الشاب أو البنت عندها ثقافة ولكن ما عندها ثقافة دينية معمقة فعندما تسمع أنه لا يوجد عذاب قبر وعذاب قبر هذا الأمر أين الأجداد عندما توفوا قبل ألف سنة قبل ألف ومئتين سنة وقبل ألف واربعمائة سنة والأجداد الذين توفوا قبل مئة سنة يعذبون والذي يموت قبل قيام الساعة بأشهر أو سنوات يعذب هذا غير منصف هذا العذاب أخواني هذا دليل عقلي معكوس لا يستدل هكذا على عذاب القبر يا أخواني لا يستدل على أمر أراده الله تعالى وقاله النبي عليه الصلاة والسلام وأجبع عليه العلماء عذاب القبر يأتي إنسان ينسفه بهذه العبارات يعني تشكيل أحد البنات وتقول المدرسة وأرسلت لي صوتي لهذه المدرسة المدرسة أستاذة جامعية تقول لهم هي مؤمنة هي مصلية هي تصوم تقول لا يوجد عذاب قبر يقول لأنه لو وجد عذاب القبر يعني لا يوجد عدالة هناك مات قبل ألف سنة وهناك مات قبل مئة سنة وهناك مات قبل أيام كيف هذه العدالة نقول يا أختي ونقول للشباب الذين أخذوا هذه الفكرة المنكوسة المعكوسة نقول لهم يا أخواني عندما يموت الإنسان ويذهب إلى عالم هذا العالم بين عالم الحياة وعالم الآخرة هذا عالم البرزخ عالم البرزخ يا أخواني هذا العالم نواميسه تختلف قواميسه تختلف الأزمنة فيه تختلف يعني لا يحسب بالدقائق والساعات والأيام والأشهر والسنوات هذا العالم لا يحسب فيه الدقائق والساعات الأيام فيه تختلف ربما من موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ربما هي ساعات في عالم البرزخ إن يوما عند ربكم كألف سنة مما تعدون اليوم الواحد عند الله تعالى في قواميس البرزخ وفي قواميس الآخرة كألف سنة مما تعدون يعني اليوم الواحد كألف سنة يعني الذي توفي قبل ألف سنة ربما صلى يوم وشوية متوفي على سبيل المثال يعني فالقواميس تختلف يا أخواني وخواتي التي تأخذ هذه الشبهة وتقتنع بها الله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره في أحاديث صحيحة وصريحة وكثير نعم معن معي نعم فضل اتصال من معي تمام نعم أي فأخواني وخواتي يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يعني عندما بعث الموتى من مرقدهم هذا المرقد يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية غدوا يعني صباحا ومساءا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن فرعون وآل فرعون فقال الله سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة ودخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني هم يعرضون على النار غدوا وعشيا إذن نكمل هذه الآية بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله وبياكم مرة أخرى إخواني وخواتي أنا أقف عند آية آية صريحة في معناها آية صريحة في مدلولها آية صريحة في إشاراتها يقول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني صباحا ومساءا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني هم كانوا يعذبون يعني هم كانوا يعذبون ويوم تقوم الساعة كذلك سيعذبون طيب عندما تقوم الساعة يعذبون وهذا العذاب الذي قبل قيام الساعة الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخواني وخواتي في أحاديث نبوية كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن القبر وفي حديث صحيح يقول أكثر عذاب القبر من البول على سبيل يعني عندما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أناس يعذبون في قبورهم عن النميمة مثلا أو يتكلمون على أعراض الناس ومن ضمنها من البول الذي لا يستتر من البول لا يتنزه من البول فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر عذاب القبر أكثر عذاب القبر من البول والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حديث صحيح يقول مر على قبرين صلى الله عليه وسلم فقال فإنهما يعذبان وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف وهم متفونون يعذبون فقال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة واقفون قال إنهما يعذبان قالوا يا رسول الله وبما يعذبان قال فأما أحدهم كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من بوله أو في رواية لا يتنزه من بوله أي لا يعني يختسل أو لا ينظف نفسه فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام مثل السعف خضار ووضعها على قبرهما صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه تستغفر لهما هاتين الشجرتين ما لم ييبسه فالنبي عليه الصلاة والسلام الأمر يتكلم عن عذاب وعن سؤال في القبر يعني فالحديث صحيح والحديث واضح وهلما جرا أحاديث كثير أخواني وخواتي أنا الذي أريد أن أصل إليه يا أخواني أنا متأكد أنت يا بنت أو أنت يا شاب لو آمنت بالقبر أو لم تؤمن بالقبر خصمك لا يريد هذا الأمر ولكن خصمك يريد أن يتلاعب بالدين يريد أن يشوه الدين بعد ما أصبح يا أخواني وخواتي أن أسقط الدين يعني بشيء ضد الدين لا أستطيع أن أقول القرآن باطل لا يستطيع أحد أن يقول هذا القول لا أحد يستطيع أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام باطل لا يا أخواني يأتوكم يسقطون الدين بالدين يسقطون الدين بأحاديث ضعيفة وبأحاديث موضوعة وبمقالات غير صحيحة بل يسقطون الدين بالعقل يعني هذه الأستاذة ما تسمى أستاذة حقيقة وأن أستغرب كيف كانت أصبحت أستاذة في الجامعة تقول أنه كيف الذين ماتوا قبل مئات السنين يعذبون والذين ماتوا قبل أيام يعذبون يعني هذه ليست عدالة يعني لا يحكم على الشريعة بهكذا حكم نحن دائما نقول نواميس وقواميس والأزمنة أزمنة الله تعالى بعد حياة الدنيا تختلف تماما تسقط الساعات وتسقط الأيام وتسقط الأشهر والسنوات يا أخواني ولهذا حتى بعض الأحيان نقول لبعض البدع حقيقة وهي ليست من الشريعة أن يقولون سبعة الميت أو يقولون أربعين الميت يا أخواني الأيام لا يعني غير موجودة عند الموتى الميت في قبره في عالم البرزخ في عالم آخر إن يوما عند ربكم كألف سنة مما تعدون يعني ربما هو أربعين الميت ربما هو صال لدقائق في القبر هكذا يعني الأزمنة والقواميس والنواميس فمع الأسف يعني أنا أحذر الشباب والبنات من موضوع شبهة عذاب القبر ومن موضوع شبهة أنه لا يوجد عذاب قبر ما هذا إلا يريدون ضربا للدين وضربا للشريعة الإسلامية وضربا للشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر أمر آخر يا أخواني شبهة حقيقة أكلت عقول الناس كثيرا وشبهة استطاعت أن تأخذ العقول مع الأسف يعني من يشك بالله تعالى يا أخواني يعني مثل ما يقال من المعضلات كشف الواضحات حقيقة يعني هذا اللون إذا كان أبيض وأنت تقول هذا اللون ليس بأبيض يعني حقيقة من المعضلات أن أبين لك وأثبت لك أن هذا اللون أبيض من المعضلات كشف الواضحات يعني كيف نبرهن ونقول لك بأن الله موجود يعني يقال يقال أحد العلماء يقال أن الإمام مالك كان جالسا فجاءه الشخص قال له يا إمام أنا عندي 300 شبهة 300 مسعفا عندي 300 رد على من يقول بعدم وجود الله تعالى فأخبره الإمام مالك قال معناته عندك 300 شك بوجود الله تعالى لا يحتاج أن أثبت للناس بوجود الله تعالى يعني هذا الكون وبناء الكون وبناء الإنسان وبناء الحيوانات والجبال والراسيات والأبحر والسماء والليل والنهار والنجوم والمجرات ودرب التبانة ويعني كل هذه الأفلاك وكل هذا الخلق يحتاج أن أدلل على الله تعالى يا أخواني النبي عليه الصلاة والسلام هناك آية عندما نزلت بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليها كثيرا الآية تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب منهم أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها آيات عظيمات تدل على الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب يعني لأولي العقول العقول النيرات العقول الصافية اليوم هناك معركة على الشباب والبنات على وجود الله تعالى بل الأكثر من ذلك أصبحت البنت أصبحت البنت يعني إحنا نقول بالعامية تتفيك وتتفلسف بين الشباب وبين البنات بأنها يعني لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى غير موجود ولا يوجد عذاب قبر ولا يوجد عذاب ولا يوجد سؤال هي في داخلها مؤمنة أنا متأكد وخرجت من بيت إيماني ولكن حب النفسي للشهوات والغريزة تكذب نفسها وتكذب غريزتها وحتى تعطي مبرر للغريزة وتعطي مبرر للمودة وتعطي مبرر للشهوة الحيوانية اللي عند الشاب وعند البنت اليوم أصبحوا كالمودة يتكلمون بوجود الله تعالى أو بعدم وجود الله تعالى يا أخوان هذا مرض خطير مرض خطير دب بين الشباب والبنات وبين الناس تصعد في باس تصعد مع الناس تختلط مع الناس يعني هو لا يفهم لم يقرأ شيء ولم ربما حتى لم ينتهي من دراسة ابتدائية ويجلس ويتفلسف والقنوات تلتقي به لقاءات ولا يوجد عذاب قبر ولا يوجد الله تعالى في عرشه أو غير يعني يعني ينصف الدين وينصف الخلق وينصف الربوبية والألوهية يا أخواني حقيقة الشبهات الموجودة في زماننا اليوم تمس الذات الإلهية يعني شيء عجيب يعني حتى كفار قريش كفار قريش أبو جهل أبو لهب كانوا يعلمون بأن المطر ينزل بأمر الله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني هم إذا وقعوا في شدة يقولون يا الله هذه الكفار والمشركين في مكة اليوم اختلف المؤمنين والمسلمين اللي عندنا اختلف بل يضحك على من يذهب إلى العمرة ويضحك على من يذهب إلى الحج ويضحك على من يعمل الطقوس والشعار الدينية ويضحك على من يذهب إلى المساجد بصروات الخمسة أو يطبق سنة نبوية من اللحية وغيرها هكذا يعيش في عالم الاستهزاء وعالم اللامبالات وعالم المحاربة يا أخواني يعني أين نحن وين الآباء وين البيوتات وين الأمهات وين التربية وين راحت هذه التربية أنا لا أقصد التربية الفقهية والتربية العقدية أنا أقصد التربية البيتية التي تربي الأبناء على الفطرة بوجود الله تعالى الأب يعلم الأبناء هذا حرام لا يجوز الله رقيب عليك الله يراك الله يسمعك لا تتجاوز فإن الله تعالى يسمعك لا تسرق لا تمد إيدك فإن الله تعالى يراك إن الله تعالى يراك هذه التربية خلنقول الفطرية التي تزرع التي يعني تزرع مخافة الله وتزرع حب الله تعالى وتزرع مراقبة الله تعالى عند الأبناء هذه ضرورية يا أخواني فنحن اليوم حقيقة أمام هذه الشبهات وأمام هذه الأزمات وأمام هذه المعركة نعم أقولها معركة ودائما أطلق عليها كلمة معركة على عقول الشباب والبنات فهذه المعركة تحتاج أن نعتذ لها وتحتاج أن نهيئ أنفسنا لها فالذي يدخل إلى معركة لا يدخل بيدين فارغتين يدخل بسلاح والسلاح هنا هو الفكر الثقافة العلم المدارسة الدراسة ولهذا ندعو الآباء وأدعو الأمات أدعو البنات وأدعو الشباب أن يتدارسوا اليوم التواصل الاجتماعي أي شيء تريد أي كتاب تريد أي كتاب تريد أن تسمعه صوتا وصورة بشرح شيخ تريده موجود على اليوتيوب موجود يعني أسمع إلى دروس العقيدة أسمع إلى دروس الفقه أسمع إلى دروس الفكر الشبهات السيرة النبوية هذا موضوع شبهة أخرى يا أخواني وهذه الشبهة إلى يومنا هذا ندفع ثمنها إلى يومنا هذا ندفع ثمنها هذه الشبهة دمرت أفراد ودمرت أسر ودمرت جماعات ودمرت مجتمعا مسلما كاملا الشبهة هي ضرب التأريخ التأريخ أنا دائما أنادي وأقول تأريخنا مزيف يا أخواني أغلب ما في التأريخ مزيف عندما ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم تأريخا ينقلون التقاتل وينقلون الصراعات وينقلون أغذي الخلافة وينقلون السلب هذا غير صحيح يا أخواني عندما ينقل عن فترة من فترات الخلافة الإسلامية في فترة بني أمية أو في فترة بني العباس أو في فترة العثمانيين أو أي فترة حقبة تأريخية مزدهرة تنقل سوءا وتنقل بشكل أسود مع الأسف يعني نعم من معي؟ فضلي سارة مرحبا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا سارة الله يحفظت الله يسلم شيخ خبرز نحن عندي سؤالين نعم والدي الله يرحمه وتوصم الله يرحمه نعم فهذا قرائبنا يقولون لها الأمي نعم المطور قادر ما يموت ينطي كله من الأخر نعم واخو بيهم يقولون لها الولد ينطوك إياه زين يعني المؤخر المهر زين نعم نعم هذا روح والسؤال الثاني نعم أكو ولد من معارفنا رجال شبير بالعمر نعم يعني موضحل بس يعني شون ابنها نعم أو يبوزها يعني يقولها أنت أمي أو أمي تستحي وتستحرم من هذا الشي أمتش جد يا مواليد جد أمورها الحجية سبعين سنة سبعين سنة شبيرة ما شاء الله الله يحفظها تزيرها وهي تستحرم وتقول حرامي يعني ما خلي رجال غريب يبوزني زين اي وهو يعتبرها مثل أمي يقولها أنت أمي زين هي هذه من التقاليد المجتمعية هي حقيقة يعني يعني خلني نقول عليها مو صحيحة يعني بس هي مرات اي يعني يعني معزة ومحبة لا بس أن يقبل رأسها أن يقبل يدها أن يقبل كتفها يعني لا بس إذا كان بقد ابنها وأصغر من ابنها لا بس بذلك يعني هذا الأمر يعني وترك أفضل ترك أفضل يعني ترك أفضل اي اي هسا جابت على السؤال الأول الله يوقف يعني موضوع أخواني موضوع المؤخرة مؤخرة البنت يعني لموضوع المهر يعني احنا نقول المقدمة يدفع لها في بداية نعم اتصال نعم نعم يعني أأتي إلى موضوع الأخوة السائلة تسأل عن موضوع المهر للمهر تعرفون مقدمة فالمقدمة يعطيها الرجل بيد الزوجة أو بيد أبيها فالمهم يصرف مقدمة المهر يبقى المؤخر المؤخر مؤخر الزواج هو يبقى دين في ذمة الزوج عند حلول أحد الأجلين أحد الأجلين يعني الطلاق أو الموت يعني إذا الرجل طلق زوجته عليه أن يعطي المؤخر يعطيه دفعات يعطيه مرة واحدة يعطيه المؤخر وإذا توفي الزوج فيجب أن يؤخرج يجب أن يؤخرج المهر المؤخر للزوجة قبل تقسيم التركة والميراث فهذه كثير من الأزواج والزوجات قد غفلوا عن هذا الموضوع فالمؤخر يبقى في ذمة الزوج عند حلول أحد الأجلين الطلاق أو الموت يعني إذا مات الرجل يعني يعطى لزوجته المؤخر فقبل أن يقسم الميراث وبعد ذلك يقسم الميراث والزوجة تأخذ حصتها من الميراث إن كان لها فرع وارث تأخذ الثمن وإن لم يكن لها فرع وارث يعني أبناء تأخذ الربع والبقية لإخوان وخوات الزوج فإذن المؤخر يعطى عند حلول الطلاق أو عند الوفاة وإذا أرادت أن تتنازل عن مؤخرها المرأة فلا بأس بذلك والله أعلم نعم نعم عندي اتصال نعم أخواني موضوع اللي ألا تكلمت به الآن هو موضوع الشبهة أو الشبهة التاريخية أنا أسأل دائما أنا أسأل دائما يا أخواني وأخذوا على قدر عقلي يعني أصبح هناك خلاف ربما بين بعض الصحابة ونحن الآن في بداية محرم الحرام وحقيقة نرى التعازي ونرى الثارات ونرى التهديد اللي قتلت سيدنا الحسين طيب أنا أخاطب العقلاء أقول أنتم عندما تنادون بالثارات يا لثارات الحسين الثار تأخذون من من يعني المعركة مر عليها أكثر من ألف وثلاثمئة سنة تأخذون من من الثار أهل المعركة ومن قتل الحسين طبعا من حقكم اذهبوا واخذوا الثارة ممن هو الآن هو ميت وتحت التراب طيب الآن ماذا تريدون ترفعون راية الثارات من من تأخذون الثار يا أخواني لا تجعلوا الشبه التاريخية المزيفة تشق أبناء صف أبناء هذا البلد يعني يعني هذه الشبه التاريخية التي دمرت هذا البلد بالأخص العراق وبعض دور الجوار يا أخواني من قتل سيدنا الحسين نحن ضد من قتل سيدنا الحسين ولا نرضى بقتل سيدنا الحسين سيدنا الحسين رمز للإصلاح سيدنا الحسين رمز للمسلم المؤمن الذي لا ينام على ضيم هذه عقيدتنا سيدنا الحسين شعلة من نار سيدنا الحسين خرج على طغاة سيدنا الحسين خرج على أزمة في الحكم وأراد أن يصلحها نحن هذه عقيدتنا ولكن في عقيدتنا لا توجد بعد 1300 سنة أقتل أناس أبرياء وأتهمهم بقتل سيدنا الحسين ممن تأخذون الثار من قتل الحسين ماتوا ماتوا من قتل الحسين إذا تتكلم كلام شرعي العين بالعين يجب أن تقتل من قتل الحسين سيدنا الحسين أما أن تريد أن تقتل جيل جيل الذي جاء بعد 1300 سنة ممن قتلوا الحسين هذا لا يجوز يا أخواني وهذا كلام غير شرعي أصلا فهذا كله يصب في موضوع الانحراف التاريخي المزيف الذي دخل إلى عقول كثير من الناس من معي؟ فضل أخي أبو طيبة فضل فضل أبو طيبة مرحبا فضل أبو طيبة حياك الله انقطع الاتصال مع أبي طيبة حياك ماك في مشكلة نعم فيا أخواني وخواتي الانحراف الثالث والشبه الثالث هو التاريخ التاريخ يزيف التاريخ يزيف يا أخواني التاريخ اليوم يعطى للناس ففي المدارس وأغلب الجامعات وأغلب ما مكتوب من التاريخ تاريخ مزيف شخصيات تلمع وشخصيات تطمس وشخصيات لا تستحق التلميع تلمع وشخصيات لا تستحق التمس تطمس نعم فضل أبو طيبة رجعنا مرة ثانية فضل أبو طيبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا لكم شيخنا شكرا لكم الحمد لله الله يحفظك شيخنا سؤال ما خصت الوباء الحالي بالعراق أجواء محرم هما نعم أشياء اللي يشوفها بالشوارع هل لي يجوز الطعام هذا اللي يوزع مرات سدري التجيران والأصدقاء يجيبو لك هذا الأكل اللي هو يطبخ لغرض هذا الموضوع يعني هو السجاد في السلام نعم فعلا هذا الأكل جائز نعم تسمع مني الجاورة شكرا جزيلا شكرا لكم يعني الطعام الذي يوزع الآن في أروقة المناطق وأروقة الأفرع والشوارع هذا الطعام يوزع ثوابا لسيدنا الحسين وثوابا للأموات وشرعا يجوز أكل هذا الطعام يجوز أكل هذا الطعام لأنه هو أكيد يذبحه لله ويريد بثوابه لسيدنا الحسين فلا بأس بأكل هذا الطعام ويجوز أكله ومن لا يريد أن يأكل هذا الطعام هو حر يعني ما فيه مشكلة يعني ولكن لا يغصب عليه بالأكل ومن أكل هذا الطعام تصرفه صحيح والأكل جائز وما فيه مشكلة أبدا أبدا لأنه من يذبح هو مسلم ومن يذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول هذا ثواب لسيدنا الحسين فلا بأس بذلك أن تأكل من هذا الثواب وما فيه ضير شرعي والله سبحانه وتعالى أعلم فأنا أرجع إلى شبهة تحريف التاريخ فأنا أرجع مرة ثانية أخاطب العقلاء أقول عبارة يا لثارات الحسين ممن تأخذون ثاركم من أي ناس تأخذون ثاركم من أي قوم من أي قوم تأخذون ثاركم يعني أنت في العراق أهل العراق متحابين سنة وشيعة وعربا وكردا تزاوج هناك وهناك زيارات وأنساب وتصاهر ممن تأخذ هذا الثار؟ أنا أستغرب يعني وينادون بأخذ الثار وأخذ الثار أنا أعلمكم شيء يا أخواني اللي ينادون الثارات أنا أقول أنا أقول سيروا على خطى الحسين سيروا على منهج سيدنا الحسين الذي كان يغلب يغلب الدين على الدنيا ويغلب المصلحة العامة على مصلحته الخاصة يستطيع أن يسكت سيدنا الحسين ويبقى في المدينة ولكن خرج على الظلم خرج على الظلم وخرج على السرقات وخرج على سرقة المنصب خرج سيدنا الحسين فأنا أنا أنا أنادي من ينادي للثارات حقيقة أنادي من ينادي للثارات أن يخرج لإصلاح الوضع كسيدنا الحسين أن يخرج لإصلاح الفساد الذي انتشر في الدوائر وانتشر في أروقة المؤسسات كسيدنا الحسين أن يخرج على الظالم كسيدنا الحسين ويقول يا ظالم أنت ظالم هذا منهج سيدنا الحسين هذا التجسيد لسيدنا الحسين هذا ما نناديه في كل محفل نحن كأهل السنة والجماعة نحن نؤمن ونقول سيدنا الحسين سيد الإصلاح ورجل الإصلاح وخرج كي يضرب الظالم ويسلب ويأخذ حقوق المظلومين ولكن مع الأسف وانتو شفت من 2003 إلى يومنا هذا كم الدعي لسيدنا الحسين هو سرق البلد كم شخص كان يلطم على صدره والآن خرج بأموال العراق وخرج خارج الحدود ولا يعرف له اسم ولا يذكر له الذكر يعني وكم شخص باسم السواد وباسم اللطم وباسم محرم سرق قوت أبناء المحافظة وخرج ولم يعرفون أين هو وهم يعرفونه ولكن يعني الأمر مخبى نعم 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 فيعني للأسف اليوم يا أخواني التاريخ الذي يقدم ويغذى به الشباب والبنات تاريخ فيه انحراف على مستوى السنة والشيعة طبعا على مستوى العرب والكرد هناك يعطى تاريخ للناس ويعطى تاريخ للمدارس ويعطى تاريخ بفيه انحرافات يعني يعني مثل ما موجود اليوم على التواصل الاجتماعي يا أخواني بدأت تشوفون أمام حضراتكم بعض الشخصيات تقدم محتوى هابط الناس يعني من يشوفوه بالشارع يأخذون صوار وكأنما فاتح القسطنطينية يعني ويتعاركون عليه بنات ولد محجبات وغير محجبات كبيرات وصغيرات وكبار وصغار والمقابل الذي يعطي المحتوى الهادف والمحتوى الذي يعني فيه فائدة للمجتمع لا أحد ينظر إليه ولا أحد يسلم عليه ولا أحد يصور معه بل غير معروف وغير مرغوب به بل ربما يسقط ربما يؤذى يا أخواني نفس الوضع اليوم التاريخ هكذا أناس لا قيمة لهم في التاريخ ولا بطولات لهم يعني بطولات لهم في التاريخ هم أصبحوا قادة وفرسان وبالمقابل أناس ضحوا وقدموا الغالي والنفيس مثل سيدنا الحسين قدم الغالي والنفيس هو وأبنائه وذراريه وزوجته وأحفاده وكلهم من أجل الإصلاح من أجل أن يقول للظالم لا من أجل أن يقول للفاسد لا أنت اختصبت الخلافة أنت أخذت الخلافة أنت فعلت كذا في الخلافة هذا 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 هكذا يعني يثور الثوار ولكن للأسف أكثر أدعياء حب الحسين حقيقة انحرفوا عن جادة الصواب في مفهوم الإصلاح وفي مفهوم محاربة الفساد وفي مفهوم محاربة يعني ما يوجد على أرض الواقع ولهذا أنا أخاطب إخوتنا الشيعة وأخاطب العوائل الشيعية عندما تقومون بمراسيم محرم حذاري حذاري من أي فتنة طائفية وحذاري حذاري من التجاوز على أي معتقد آخر وحذاري حذاري التجاوز على أي طقوس وشعار أخرى يعني يعني لا يشترط لا يشترط أنت يعني تقيم الشعار الحسينية وتتجاوز على الآخرين لأنهم لا يقيمون الشعار الحسينية هذا البلد فيه مفاهيم وفيه طقوس وفيه شعار وهذا يحتفل بالمولد النبوي هذا يحتفل بالهجرة النبوية أنت تحتفل أو يعني تحزن في الأربعينية وفي عاشراء فيعني نحن اليوم حقيقة يعني نتأمل من عقلاء الشيعة ألا يخلقوا هذه الحزازية بين أبناء الشعب الواحد أبطيكم مثال آخر يا أخواني على تحريف التاريخ أو يعني هناك أمور يعني تطمس وهناك أمور تظهر بقصد أو بغير قصد يعني أنا أسأل شباب دائما أقول لهم ماذا حصل في عاشراء يعني عاشراء ماذا حصل طبعا الكل سيقول مقتل سيدنا الحسين نعم مقتل سيدنا الحسين بعد لا يعرف لا يعرف شيء من التاريخ أخواني في عاشراء تاسعاء وعاشراء النبي عليه الصلاة والسلام رأى اليهود صائمون رأى اليهود صائمين يعني عفوا رأى اليهود صائمين فقال لما اليهود صاموا فالصحابة قالوا يا رسول الله هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون يوم عاشراء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو بقيت لقابلة يعني للسنة القادمة لأصومن تاسعاء وعاشراء لأن هذا اليوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن أحق بسيدنا موسى من غيرهم أخو الأنبياء أخو النبي عليه الصلاة والسلام الأخ في الدين فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو بقيت لقابلة لصمت تاسعاء وعاشراء فإذن عندما يأتي عاشراء يسن صيام عاشراء ويوم قبله أو يوم بعده الشاهد من الكلام الكثير لا يعرف هذا المسألة الكثير لا يعرف أن عاشراء يوم نجى الله فيه موسى من فرعون ولا بأس أن أخلق مناسبة مع هذه المناسبة واحد محرم عندما تسأل عن واحد محرم مباشرة يقولون مقتل سيدنا الحسين أو دخول لية محرم مقتل سيدنا الحسين بينما هو محرم هي النقطة المغيرة الفاصلة في التاريخ الإسلامي اللي هي سنة الهجرية هذه الهجرة النبوية التي هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه في الغار إلى يثرب إلى المدينة وأعلنت الدولة الإسلامية إلى يومنا هذا الإسلام مصر إلينا بهذه الهجرة بهذا المنعطف أو بهذا الانتصار الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة فأقصد التاريخ اليوم لا يقدم لنا بإطار وبصورة كاملة مع الأسف يقدم لنا التاريخ بصورة مغايرة أو بصورة محرفة أبو عبد الله تفضل أبو عبد الله السلام عليكم شيخي عليكم السلام ورحمة الله شيخي أسألك بخصوص القروض القروض من المصارف العراقية اللي بيها نسبة بائلة شنو شروطها حتى تكون حلال شنو واحد ممكن يأخذ يعني هواية مصارف يعني أبو عبد الله أدنى الأسكان أدنى القروض البنقية الحكومية الأهلية تقصد بصورة عامة يعني القروض يعني يعني بصورة عامة هسه صارت هواية بنوك هواية مصارف نعم شنو المصارف اللي ممكن ناخذ منها شغل نسبة الفائدة شنو الحالات اللي يعني تستوجب واحد يأخذ وبدو ما يفكر بالرغة وكذا تمام تسمع من الجوام إن شاء الله تسمع من الجوام نعم 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 أخي نعم من معي أي نعم أخي الكريم أبو عبد الله موضوع القروض القروض له أشكال وله بنود وله يعني معايير القروض أغلبها الموجودة اللي لم تكن كلها أغلبها فيها ربا تسمى فائدة حتى لو كانت واحدة بالمئة هي ربوية موجودة فالأصل في الفتوى أن هذه القروض الموجودة قروض ربوية بغض النظر أن تفصيل هنا وهناك في بعض المجمعات أو في بعض البنوك تعطي بيوتات هذا أمر أنا لا أتكلم عنه أنا أتكلم عن القروض المالية التي تعطى من البنوك الأهلية والحكومية فيها فوائد يعني فيها فوائد ربوية فيها زيادات وهذه الزيادات ربوية ولكن هناك شيء اسمه يعني نقدر يعني شو أقولك يعني نقدر حالة الإنسان والضرورات تبيح المحضورات هذه قاعدة عندنا هذه القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحضورات المحضورات يعني المحرمات يعني مثلا الخنزير محرم يأتي وقت على الإنسان يستطيع أن يأكل لحم الخنزير إذا مات جوعا ولم يجد طعاما المحضورات تبيح الضرورات تبيح المحضورات أو يشرب شيء محرم حتى بس يسترمق يعني إذا لم يجد ما فيعني الضرورات تبيح المحضورات الضرورات أي تبيح المحضورات فهنا قال العلماء يعني إذا كان الإنسان يعني يحتاج إلى علاج وإذا لم يعارج نفسه ربما يصل إلى الموت أو عنده مخطوف ويريد أن يعطي فدية خاطفين للخاطفين أو يعني الشاب يريد أن يتزوج حتى لا يقع في الزنا وما عنده لا ذهب ما عنده مال ما عنده أرض ما عنده ميراث ما عنده أي شيء بهذه المعايير يستطيع الإنسان أن يأخذ على قدر الحاجة من هنا تتبين قاعدة الضرورات تبيح المحضورات والله سبحانه وتعالى أعلم ففي الختام أخواني وخواتي في الختام أنا حقيقة يعني أنصح الشباب والبنات أقول لا تأخذوا ثقافاتكم من أي جهة ولا تأخذوا ثقافاتكم كلها من هذا الموبايل أو من التواصل الاجتماعي يعني خليك حر وابحث وشوف وتأكد واسأل لا تأخذ ثقافتك من أي معلومة أو من أي مقطع يجي يعني لازم تتحر لازم تسأل وأفضل مرجع لنا كمسلمين هو القرآن والسنة النبوية وما أجمع عليه العلماء وهذا ليس بالصعب على الشاب والبنات أن يجد هذه المعلومات فإذن يا أخواني نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا نسأل الله تعالى أن يحفظ البنات من هذه الشبهات من هذه التلاطمات الفكرية العقدية التي تدخل على عقولهم نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا أخواني ما كان من صواب فهو من الله ثم من من علمنا وما كان من خطأ ومن زلل فهو مني ومن الشيطان أسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة